بابٌ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالًا كان يوذِّن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا هذا الباب هو تتم للباب السابق فإن الباب السابق بيَّن فيه الله جل وعلا أن المأذون للصائم أن يأكل فيه وسائل المفطرات هو من الليل من غروب الشمس إلى تبين الفجر فما هو الفجر بالنسبة للأذان؟ قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنكم من سحوركم أذان بلال وذلك أن أذان بلال رضي الله عنه كان سابقاً متقدماً على الوقت وهو ما يعرف بالأذان الأول وهو الأذان الذي يقصد به التنبيه تنبيه القائم وإيقاظ النائم لأجل أن يستعد للصيام إن كان صائماً أو يستعد لما يستعد له من صلاة قال رحمه الله فيما رواهم عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن بلالاً كان يؤذن بليل يعني يؤذن قبل تبين الفجر قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأن أذانه لا يكون إلا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإنه لا يؤذن حتى يطرع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا يعني ليس بينهم وقت طويل إنما يرقى هذا وينزل هذا وفي رواية أنه كان لا يؤذن حتى وقال له أصبحت أصبحت أي تبين الفجر بيانا واضحا بتميز الخيط الأسود من الخيط الأبيض